أرت سكول أو مدرسة الفنون مثلها هو مشروع ديال التكوين والإدماج المهني في سوق الشغل في المجال الفني والصناعات التقافية هذا المشروع اللي درته جمعية أرت وورك بدعم المبادرة الوطنية لتنمية البشرية بعملة سالة غدي يكون سنوياً 210 ديال الشباب السلاوي للعمار ديالهم ما بين 15 و 40 عام وغدي تعطى الأولوية للشباب اللي ما عندهم لا حرفة لا ديبلوم لمستوى دراسي واللي غدي تخرجوا منه فنانين وصناع محتوى مؤترين وحتى التقنين في المجال السماعي البصري وتنظيم التظاهرات أرت سكول اللي كتمتد على مساحة 1500 متر غيكون فيها قاعة ديال المصرح بساعة 220 كورسي ومقهى تقافي فني على شكل كوميدي كلوب واستوديو احتراف التصوير والتسجيل الصوتي وقاعة التداريب واستدي القاعات ديالتكوين بالإضافة لقاعة ديالجيمين باش مرة مرة الطالبة يبدلوا الجو وقاعة أخرى خاصة بالتأمل وفي هذه المدرسة غيكونوا الطلبة مقسمين على سبع ديال الأقسام كل قسم فيه 30 طالب مفرقين على حسب الشعاب اللي كتتقرر في المدرسة واللي هي الكوميديا، المصرح والتنشيط التقافي، السمع البصري، تقنيات تنظيم التظاهرات، صناعات المحتوى الرقمي، الفن التشكيلي، وتسويق الرقمي والبداية غتكون عبر تنظيم قافلة للبحث عن المواهب في كل تورة بعملة سالة ومن بعد الخسيار ديال المواهب اللي غدي ياخدوا لقب طلبة أرت سكول غدي تبدأ لحلة التكوين للمدة ديالها تسعة شهر، ومدة ديال تسعة شهر تعمدناها لدلالتها الرمزية في ولادة جديدة لها الشباب الشهر الأولى في المدرسة غتكون كلها نظرية، وابتداء من الشهر الثالث غيبدأ البراتيك فمثلا طلبة شعبات الكوميديا ملزامين أنهم يقدموا عروض كوميديا أسبوعية في الكافيتيات ديال المدرسة أما طلبة شعبات المصرح والتنشيط التقافي غدي تقسموا على خمسة ديال الفرق المصرحية وغيكونوا مطالبين بتقديم عروض مسرحية كل خمسة وجمعة وسبت في المصرح ديال أرت سكول والشعب الأخرى فغدي تبراتيكي تقنيين ومفنيين وحتى تسويقيين وباش تباني الخدمة ديال المدرسة مزيان غدي نديرو أرت سكول تيفي هي ويب تيفي اللي غدي نعرض فيها جميع الإنتاجات ديال طالبات المدرسة يوميا ومنها غدي نحققو مداخيل مالية اللي 50% من نسبة ديالها غتمشي للطالبة على شكل ميناء حسب الإجهاد يعني شحال مكان الطالب موجه جاهد في الخدمة دياله شحال ما طلع الشيء في الرضافة في هذه المدة ديال التكوين كل طالب أو مجموعة الطالبة ملزمين باش يديروا مشاريع فنية تقافية اللي غدي تعود عليهم بالنفع المادي من بعد ما يساريوا التكوين في المدرسة والأكيد أن فريق ديال أرت سكول غدي يقدم ليهم كامل الدعم الفني والتقني وحتى المادي باش يحققوا استقلالية مادية وحتى ذاتهم وهكذا سيكونوا يدخلوا المدرسة في حاله وخرجوا منها في حال أخرى حيث يدخلوا أرت سكول ماشي بحال خروجه